اللي طيب هابو الصلحة بالنحية تانية هل فيه ايجابيات بتتحقق يعني هل فيه اختلاف مثلا ما بين مطش النهاردة واخر مطش العبناء اللي هو بتاع الجابون لا لا ادوار بيؤديها بشكل افضل الاطراف فيش مثلا جملة عجبتك اشتغلنا شوية على الكورة عرضية النهاردة يعني النهاردة كان فيه 34 عرضية اه يعني كان فيه كورة عرضية كتير النهاردة لكن مين اللي يستغلها جوة مزبوط يعني أنا النهاردة لو عندي مصطفى محمد او محمد شريف رأس حربة من اول مباراة هيقدر ده او ده هيقدر يجيب جوان لكن النهاردة انا بعمل الخطة على يعني اللعيب اللي عندي هو الانفذ زي مثلا باختار مثلا واحد فلان عشان هو الهلعب الفاول ده عشان امكانياته ايه اتقدر تلعب كورة عرضية لمين يعني حتى الهداف اللي ضعت مننا النهاردة بكورة عرضية مثلا مزبوط تمام لكن الجمل الجمل اللي هي العرضية كتيرة دي لابد عليها ناس ناس بتكمل من تحت القدام عندها برضو خضرة اللي هي تجيب جون لكن بنقول برضو ايه نشوف اللي جاي ايه نشوف عشان ما نجيبش برضو الناس قولك انت هتقعد تحبط لا ما بحبطش اتحل المباراة بالمباراة ما انت برضو لازم بيعندك زكاء زكاء كاراوي ايوه النهاردة بمباراة زي دي ممكن اليف الجمهور مصر كل حواليا انا كسبت بطولة عربية وثلاثة واربعة طب الجزر كسبت اربعة تمام تونس كسبت اربعة خمسة ولا خمسة تمام مغلب كسبت اربعة